السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم احنا في عصر التقنيات الحديثة وخصوصا في مجال الويب نلاحظ معظم الشركات او اكثر الشركات بدت تلجأ للتقنيات الحديثة تستخدم في الويب اليوم دي نلاحظ انه الكل مهتم في الويب السبب واضح لانه ما في عندك جهاز ما يدعم الويب اليوم لما اجي اشوف الموبايل فيها براوزر الكمبيوتر فيها براوزر كثير من اجهزة موجودة فيها المتصفح حتى الشاشات التلفاز الحديثة نلاحظ فيها ايضا متصفح والجيمز الالعاب بلاي ستيشن وإلى آخره بنلاحظ انه هذي بدت تدعم الويب بمعنى اخر لما اجي اصمم تطبيق بالويب انا حيكون عندي دراية مسبقة انه هذا التطبيق حيشتغل على معظم الاجهزة الموجودة حاليا واللي حتنتج في المستقبل لكن استخدام التقنيات في الويب مفروض من عندنا انه نلجأ للتقنيات الحديثة اليوم التقنيات كل ما كانت احدث بمعنى اصبحت معاقدة اكثر نفس الوقت اصبحت اقوى اكثر زيادة التعقيد بمعنى قوتها اصبحت اكثر نفس الوقت اسهل في كتابة الكود واقل من ناحية الاكواد الي حتنتكتب في المشروع اليوم نلاحظ انه كثير من شركات وكثير من شركات عالمية يلجأ دائما لتطبيقات الويب لانكون اليوم نلاحظ كثير من فريموركس موجودة هذا التطبيق الويب اللي انت تصنعه ممكن هذا التطبيق بعد ذلك تحولها الى تطبيق اندرويد او تطبيق ايفون يعني مثل ما لاحظنا احنا في الفونجاب افوا ولاحظنا ايضا في الايونيك وخصوصا الان تم اصدار ايونيك اثنين ايضا نلاحظ انه هذه ممكن تحميلها على اي نظام كان لينيكس ماك ويندوز انت ممكن تشتغل على الايونيك وان او تو وممكن تشتغل على الفونجاب فبهذه الحالة اصبحت تقنية الويب هي الاسرع طريقة لانشاء موقع على الانترنت وكذلك نفسه هو الموقع ممكن تحولها لتطبيقات الموبايل وعلى فكرة اليوم انت عندك الفونجاب او الايونيك وغيرها من الفريموركس اللي تصنع تطبيقات الايفون والاندرويد نلاحظ ايضا فيها ميزات كثيرة بتدعم الكاميرا في الموبايل بتدعم الجي بي اس تحديد احداثيات يعني الموقع بتدعم فايل شير وكثير من امور بمعنى اخر انه انت من تصمم مرة واحدة ممكن تنفذها باكثر من مكان كروس بلاتفورم تعبر المنصات مع دائم مشاكل موضوعنا احنا اليوم هو الانجولر جي اس 2 مع الفايربيز طيب احنا نستخدم الانجولر جي اس 2 كون انه هو ايا اخر تكنولوجيز اخر تقنية حديثة من جوجل بعد طرحها للانجولر جي اس 1 الان اطلقت انجولر جي اس 2 نفس الوقت بنستخدم الدياتابيز كفايربيز فايربيز هو داتابيز ريال تايم كوميكيشن بمعنى اخر انه انه انت لحظيا بتقوم بوضع البيانات هذه البيانات سريعة جدا كون انه هذه البيانات يتم خزنها في فايربيز على شكل جايسون فورمات بمعنى اخرهم ايضا انه انه انت لما تسترد الملفات بتكون سريعة جدا لان خفيفة نفس الوقت الفايربيز بيدعم لك اذا كان عندك مشكلة في الانترنت ممكن يخزنها لوكالي وبعد ذلك يقوم برفعها للداتابيز اي بمعنى انه انت اليوم لما تترس ببيانات وتملأ البيانات لما تعمل سبمت لما ما يتوفر عندك انترنت بينخزن في داخل الفايربيز لحين توفر الانترنت بيرفعها اوتوماتيكيا على الموقع نفس الشي لما تسترد البيانات وتقرأها من الفايربيز لو ما في انترنت بيتوقف لكن لما يجي الانترنت بيعطيك البيانات اللي انت قمت بطلبها في ناس ممكن يكون عندها سؤال الفرق بين الانجولار جي اس وان والانجولار جي اس او او السؤال الاهم انه انا لو درست انجولار جي اس او انا لو بدي ادرس الانجولار جي اس 2 هل لازم انا ادرس الانجولار جي اس 1 في فرق بين الاثنين احنا نعرف الاصدارات اليوم لما نجي نفكر فيها نقول مثلا جافا 7 لما ادرس جافا 8 مفروض انه ادرس جافا 7 وبعد ذلك ادرس جافا 8 في انجولار جي اس الموضوع مختلف للناس اللي درسوا انجولار جي اس 1 الانجولار جي اس 2 مختلف اطلاقا بمعنى ليس لهما علاقة ببعض اليوم لو حبيت تتعلم الانجولار جي اس 2 لست بحاجة الى قراءة انجولار جي اس 1 لانهما مختلفين عالمين مختلفين لو انت كنت دارس اصلا انجولار جي اس 1 فانجولار جي اس 2 يختلف بالكامل مش هيفيدك لانه هنلاحظ الفروقات اللي موجودة طبعا احبا اقدم نفسيا المهندس محمد عيسى من العراق من مدينة كاركوك هذه الدورة مخصصة للناس اللي تحب تعمل مشاريع هذه الدورة احنا رح نعمل مشروع اضافة بيانات مشروع ممكن نسميها بالHR Human Resource نقوم بملأ بيانات للمستخدمين حنشوف الميكانيكية التعامل بين الانجولار جي اس 2 مع الفاير بيز ستصمم فيها الواجهات اللي هندخل فيها القيم الفاير بيز سيقوم بخزنها بعد ذلك كيف نسترد هذه البيانات طبعا البيانات مش هتكون فقط تكست ونمبر ارقام ونصوص لا هتكون فيها ايضا صور اذا المشروع كامل الاشياء اللي تحتاجها مبدئيا انه انت يكون عندك فكرة بسيطة عن الويب هذا اللي انا احتاج عنك يعني HTML5 CSS JavaScript فانكشن هذي الاشياء فقط احتاجه ما احتاجه من عندك انه انت تكون ادفانس جدا وهذه الدورة حبسطها بقدر الامكان انه اسهلها لك حد تفهم الموضوع اذا احنا وصلنا لنهاية الدرس نلتقوا اياكم بالترس القادم مع السلامة